ترجمة نانسي قنقر 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 تزداد سرعته يبقى الإجابة نسينا هنا كلمة سرعته تزداد سرعته للضعف هو كاتب لهنا في أنه سرعته تزداد لإيه للضعف زي ما احنا كتبنا صح تمام ليه عشان قلنا فيه علاقة ترضية بين المسافة وبين السرعة ونخلي بقنا برضا كان فيه علاقة عكسية بين اللي هي الزمن وبين اللي هي السرعة رقم أربعة إذا كانت الزواء المحصورة بين الشعاعين الضوئيين الساقط والمنعكس خمسين درجة فإن زاوية الصقوب بتساوي كام؟ هتساوي خمسة وعشرين درجة جاءت الكلام ده إزاي؟ نركز مع بعض يعني لو عندنا شعاع ده سطح عكس أو بالشكل ده وعند كده شعاع صاقط طبعا ده هين عكس قلنا ده عبارة عن مراية مستوية ده شعاع صاقط ده منعكس فهنا بقول ليه في السؤال إذا كانت الزواء المحصورة بين الشعاعين الضوئيين الساقط والمنعكس يعني الزاوية دي كلها بخمسين درجة حلو؟ إحنا دلوقتي عاوزين مين زاوية مين السقوط هنجيبها إزاي؟ هنا هقيم اللوة العمود القدام ده لو أنا أقامت العمود ده هو بالشكل ده هيقسم للزاوية ديت إلى قسمين متساويين زاوية السقوط هتساوي زاوية إلى نكاس يبقى الرقم اللوة مدونة ده هقسمه على اتنين يبقى خمسين على اتنين هيطلع لي كام؟ خمسة وعشرين درجة يبقى الخمسة وعشرين درجة دي أنها يتمثل مين زاوية السقوط وفي نفس الوقت يتمثل مين زاوية إيه لنعكاس عشان هما الاتنين بيساوي بعض طبعا إيه؟ طبقا للقانون الأول لنعكاس اللي هو الضوء فيها الشكل المقابل تحركها شخصا من نقطة ألف مرن بالنقاط به وجي مودال به وجي مودال حتى وصل إلى نقطة البداية مرة أخرى مراجع لنقطة البداية مرة تانية احسب أول حاجة عندنا السرعة المتوسطة احنا عارفين السرعة متوسطة يبقى هو أول حاجة عاوز كده السرعة متوسطة اللي هي مين عين شرطة احنا عارفين عين شرطة أو السرعة متوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلية تعالنا نجمع مع بعض كده المسافة الكلية عندنا بدأنا هنا بكم خمسين أول حاجة خمسين زائد ستين زائد هنا كام أربعين زائد كام تسعين تعالنا نشوف الزمن كل كده الزمن عنده هنا بدأ بكم بعشرين سانية عشرين زائد تلاتين زائد عشرين زائد خمسين تعالنا نجمع مع بعض عند كده دول مية مية وخمسين متين واربعين يبقى من ساوي متين واربعين تعالنا نجمع هنا كده خمسين سابعين مية وعشرين على مية وعشرين السفر هيروح مع السفر اربع عشرين على اتناشر فالتنين انا بجيب هنا سرعة الواحدة بتاعتين متر كل سانية ده المطلوب الاول الحاجة التانية عاوز الازاح رقم اتنين الازاح طبعا الازاح في الحالة دي هتساوي سفر هتساوي سفر ليه؟ علشان هنا قل ايه؟ الجسم هنا حتى وصل الى نقطة البداية مرة اخر الجسم هنا بدأ من الف دي نقطة البداية وبدأ يتحرك لبيه؟ لجيم لدال ثم رجع مرة تانية ايه؟ لالف يعني عاد هنا الى نقطة البداية مرة تانية فعشان كده الازاح هتساوي كام؟ سفر رقم ثلاثة العجلة في الفترة من دال الى الف من دال الى الف الى الف بفرض سبات سرعة الشخص المتحرك سرعته سبتة طب دلوقتي لما يكون سرعته سبتة يبار رقم ثلاثة لو هو سرعته سبتة ايه اللي هيحصل اقول له سبات سرعة الشخص اي ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة وطالما سرعة منتظمة فان دلتا عين هتساوي سفر وطالما دلتا عين بتسفر هيكون عندي العجلة اذا العجلة هتساوي سفر ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ تقضع العدسات اللاصقة مباشرة على قرانية العين ويمكن نزعها بسهولة كلام ده صح او الغلط طبعا صح وزا الفل تستعد الخلال الانقسام خلال الطور البيني باختزال المادة الورصية طبعا كلام ده غلط هنشيل كلمة اختزال لو هو طلب مني تصحيح بسهوه مش عاوز عموما يعني هنشيل كلمة اختزال دي انا واقول له ايه مضاعفة المادة الورصية مضاعفة كلمة اختزال دي يعني خليها للنص اللي انا بزودها للضعف عندما تتحرق طائرة في عكس اتجاه الرياح يقل مقدار سرعتها المتجهة فتقل كمية الوقود المستهلكة خلال الطور الانفصالي من الانقسام الميتوزي للخلية ينقسم سنترومير كل كورموسوم طوليا الى مصفين طبعا الكلام ده صح اكمل العبارات الائتية بما يناسبها تستارج الشمس حوالي ميتين وعشرين مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز مركز مين مجرة ضرب التبانة او بسمية الطريق اللبني هو تلسكوب فضائي اطلق في ابريل الف تسعمائة وتسعين ميلادية ويدور حول الارض على ارتفاع خمسمائة كيلو متر بيكلمنا على مين بيكلمنا على تلسكوب هابل يبقى هنا هنكتب هنا كده اللو تلسكوب هابل رقم 3 عند وضع جسم طوله 15 سنتيمتر على بعد 6 سنتيمتر امام مرقاة مقعرة بعضها البقري 3 سنتيمتر لحد كده نقف جده دلوقتي البعد البقري بتلاتة تمام؟ اللوعين يعني وعند هنا الجسم تحط على بعد عد ايه؟ 6 سنتيمتر يعني الجسم تحط فينا حتة عند مركز التقاور او بسميه عند ضعف البعد البقري وطالما هو عند ضعف البعد البقري او عند مركز التقاور هيكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم مساوية للجسم والجسم طوله كام؟ 15 سنتيمتر وهو اقولنا صورة ايه؟ مساوية لايه؟ للجسم يعني هيكون نفس الرقم عندي عند هنا اللي هو كام؟ اللي هو 15 سنتيمتر تتكون له صورة طولها كام؟ 15 سنتيمتر اذا كان عدد الكرموسومات في خلية حبة لقاح حبة لقاح يعني تحتوي على نص المادة الورصية لان ده عبارة عن ما شيء مذكر لا احد النباتات 8 كرموسوم يبلغن بالنسبة لنا بيساوي 8 كرموسوم حلو فان عدد الكرموسومات في خلية ورقة الورقة دي خلية جسدية يعني بتحتوي على كل المادة الورصية يساوي كم كرموسوم الرقم اللي عندي ده اللي هو 8 ده هضربه في اتنين يبقى 8 وتمانية في كام؟ اللي هو 16 كرموسوم الشكل المقابل يوضح تكون ورم سرطاني لخلايا احد اعضاء كان حي اجب عن التالي ما سبب تكون الورم السرطاني؟ السبب بتاعه ايه؟ هي برقم واحد عندنا عاوزين السبب بتاع اللي هو الورم السرطاني؟ اقول له انقسامات او انقسام بعض خلايا الجسم بشكل مستمر بصورة غير طبعية مما يودي الى تكون قتلة من الخلايا تسمى الورم السرطاني ولا عزو بالله رقم اتنين اذكر احدى طرق علاج الورم السرطاني العلاج هنا بيتم عن طريق اللي هي حاجة اسمها جزئات الزهب النانونية اقول له باستخدام جزئات الزهب النانونية حيث يتم تركيز ضوء الليزر بدرجة معينة على جزئات الزهب النانونية الموجودة على سطح الخلية السرطانية فتمتص طاقة الضوء وتحولها الى طاقة حرارية تؤدي الى حرق وقتل الخلايا المصابة دون ان تؤثر على الخلايا السليمة اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطوة بنى نظرياته حول نشأة المجموعة الشمسية على اساس ظاهرة انفجار النجوم يطرى مين في دول سيمول لابلس ولا نيوتن ولا تشيمبرلن ومولتن ولا فريدهويل طبعا مين اللي هو فريدهويل اللي هو اساس النظرية الحديثة عند قطع احدى ازرح حيوان نجم البحر خلي بانا بده بيتقاصر عن طريق تجدد تحتوي على جزء من القرص الوسطي طالما فيه جزء من القرص الوسطي معنا كده يكون اللي هو كائن كامل فان الزراع المقطوعة تكون كائن جديد بواسطة تقاصر بتبرعم تقاصر بانقسام سنائي تقاصر بالتجدد الحيوانات المنوية طبعا انتريمين التقاصر بايه بالتجدد ينتج عن الانقسام الميوزي للخلية خليتين هو يطلع لكم خلية اتنين ولا اربعة طبعا يطلع لأربعة يبقى كده اي وحدة فيها اتنين كده بالنسبة لنا غلط اللي بيطلع اتنين ده اللي هو الانقسام الميوزي خلي بقىنا اربع خلايا فبقولي هنا رقم به اربعة خلايا بكل منها نون اللي هي يعني نص المادة الورصية من المادة الورصية طبعا ده صح عندنا انما رقم جيم بيقول لي اربعة خلايا بكل منها اتنين نون لا ده اتنين نون دي في الخلايا الجسدية اللي هي بتنتج عن طريق الانقسام الميوزي فدي كمال غلط يبال صح رقم به اي العلاقات البيانية التالية تمثل حالي جسم ساكن جسم ساكن يعني هنا هتكلم على مسافة واحدة واتكلم على زمن مسافة وزمن قدام زي ما احنا شايفين وطبعا ده خلط المستقيم بوازم احور الصنات فا اذا دي صحة بنسبة لنا ده عبارة جسم ساكن انما طبعا لو قدام ده اللي هي رقم بيه طبعا ده عندي الزمن وده عندي ايه السرعة ده بيمثل اللي هي سرعة منتزمة وهنا العجلة هتساوي سفر طبعا ده بنسبة لنا غلط عندي هنا هنا زمن وعندي هنا اللي هي المسافة عندي هنا بيكون اللي هي سرعة منتظمة وبعد كده بيكون الجسم ساكن ده غلط طبعا بالنسبة لنا رقم ده الزمن ومسافة طبعا ده بيمثل مين اللي هي سرعة منتظمة برضا غلط استخرج الكلمة أو العبارة غير مناسبة ثم مكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات البراميسيوم الخميرة الإنسان عفن الخبز هنشيل هنا الإنسان عشان ده بتقاصر تقاصر جنسي وكل الحاجات التانية دي تنعوب تتقاصر تقاصر إيه لا جنسي أقول له كائنات تتقاصر لا جنسي خلايا الكبد خلايا البنكرياس خلايا المعدة خلايا الخصية هنشيل خلايا الخصية عشان ديها خلايا تناسلية والباقي كل ده بسميه خلايا جسدية رقم ثلاثة حدوث ظاهرة العبور تكسف الشبكة القرومتينية انكماش خيوط المغزل اختفاء الغشاء النووي اللي احنا نشيله هنا اللي هو مين انكماش اللي هي خيوط اللي هو المغزل وكل الحاجات التانية ديتنا بتحدث فيه اللي هو الطور التمهيدي الطور التمهيدي انما طبعا عندنا اللي هو انكماش اللي هو خيوط المغزل طبعا دي بتحدث فيه الطور ايه الانفصالي تستخدم فيه التلسكوب تستخدم فيه صالون الحلقة تستخدم فيه الميكروسكوب تستخدم فيه النظارات الطبية هنشيل هنا تستخدم فيه اللي هي صالون اللي هي الحلقة لان هنا طبعا بيكلمنا على مين بيكلمنا على اللي هي المرآة اللي هي المقعرة وكل الحاجات التانية دي كلها اللي هي عبارة عن مين عبارة عن اهمية العدسات تحركت سيارة بسرعة 15 متر كل سنية وعندما استخدم السائك الفرامل لتقليل السرعة تنقصت السرعة إلى 10 متر كل سنية خلال 2 سنية يبقى عند هنا في البداية كانت السرعة كام 15 متر لكل سنية بدأ هنا يستخدم من الفرامل بدأ تقل السرعة وتصل إلى كام إلى 10 متر كل سنية 10 متر لكل سنية الكلام ده خد وقتها ديه خد وقت 2 سنية سنيتين طالب من هنا بقول يحسب الزمن اللازم لتوقف السيارة معنا كده السيارة بعد كده اللي يحصل لها هتتوقف من لحظة الضغط على الفرامل اللي هي هنا لأن هنا في اللحظة ديها تبدأ يضغط على الفرامل تمام إلى أي أنتوقفت علما بأن السيارة تتحرك بعجلة إيه بعجلة منتظمة طيب نركز مع بعض كده إحنا دلوقتي عاوزين أول حاجة دلوقتي نحسب اللي هي العجلة بتاعتنا هو اللي هنا تتحرك بعجلة إيه بعجلة منتظمة فلازم نجيب العجلة الأول أقول له جيم بما أنه جيم ليه العجلة؟ قنون بتاعنا اللي هو عين اتنين نايس عين واحد على دلتازين يساوي عندنا هنا اللي هو ده بالنسبة لي كده ده عين واحد ده بالنسبة لي عين اتنين هبدأ أشتغال على البلتازين دول أول يبقى ده عين واحد ده عين اتنين خلاص أنا شغال في الجزء ده حتة دي كده عين واحد ده عين اتنين فعندي هنا عين اتنين بكم قدامي عين اتنين بعأشرة ناقص عين واحد بكم بخمستاشر والزمن قدامي بكم باتنين هنا طبعا هيطلع لكم سالب خمسة على كم على اتنين هيطلع كام سالب أو عنس السالب خمسة على اتنين فى اتنين ونص وانا بجيب عجلة متر لكل ثانية تربيع ده اول حاجة بالتها هو دلوقتي هو عاوز مين هو عاوز هنا خلي بالي بقول لي احسب مين احسب الزمن هي بقول له الزمن يعني عاوزين الزمن اقول له دلتزين دلتزين بتساوي عين اتنين نايس عين واحد على جيم تعالي نعوق كده ونخلي بالنا هو قل هنا قال لي السيارة تتحرك بعجلة ايه منتظمة يعني ممكن نكتبه له فى النص هنا اقول له بما ان السيارة تتحرك بعجلة منتظمة هنعوض بقى كده عندنا عندنا طبعا هنعوزين دلتزين نجيبها عند عين اتنين طبعا عند عين اتنين هابدأ اشتغل على الجزء الثاني ده هو الحتة دي بالنسبالي شايفين الحتة دي كده هابدأ اشتغل عليها ده بالنسبالي عين واحد وده بالنسبالي عين اتنين عين اتنين ايه اللي حصل لها توقفت يعني عين اتنين بكم بسفر ناقص عين واحد بالنسبالي كام اللي هو عشرة طبعا اشتغلت هنا على الجزء ده ليه علشان قال لي هنا احسب الزمن اللازم لتوقف من السيارة من لحظة الضغط على الفرامل احنا هنا في المكان ده كده بدأنا نضغط على الفرامل اللي هي عندي ايه عشرة متر كل ثاني خلي بنا فعندي هنا اللي هو ناقص عشر خلاص على اللي هي جيم جيم لسه جيم هنا بكم بسالب اتنين ونص تعالى نقص مع بعض كده يبقى دلوقتي عندي اللي هي سالب عشرة على سالب اتنين ونص السالب هي روح مع السالب عشرة على اتنين ونص يطلع لي كام اربعة انا بجيب هنا ايه الزمن الزمن وحدته ايه اللي هو الثانية يبقى النتجة عندي كام اربعة ايه اربعة ثواني اختر من العمودين بي وسيه ما يناسب العمود ايه وعلى كتابة العبارة كاملة رقم واحد القوة هي كمية فيزيائية احنا عارفين القوة عبارة كمية فيزيائية اللي هي متجهة ندور كده مع بعض كده اللي يمشي معنا متجهة يعني رقم اربعة يمشي معنا هه يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها يبقى واحد مع مين مع اربعة طيب نكمل كده اللي يمشي معنا مين واحدة كياسة مين اللي هو ايه النيوتن اللي هي رقم كام رقم خمسة رقم اتنين اتنين اللي هي العدسة مين اللي هي المقعرة طبعا العدسة مقعرة تفرق الأشعة الضوئية السقطة عليه يعني مع رقم كم مع رقم واحد ورقم واحد هنا نشوف كده اليوم التانية اللي ماشي معنا اللي هي رقم 4 قدامي ها تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة دائما لإيه للجسم اللي هي رقم كم رقم 4 يعني بعد كده رقم كم رقم 3 اللي هي الصورة إيه الصورة الحقاقية طبعا الصورة الحقيقية بيكون تكون مقلوبة ايه دائما اللي رقم كام خمسة وخمسة هنا يمشي معنا اليامة التانية يمكن استقبالها على ايه على حائل اللي رقم كام رقم اتنين هنجي بعد كده رقم اربعة رقم اربعة اللي هي الميراية مين المقاهرة الميراية مقاهرة طبعا بتجمع الاشعة الضوائية الساقطة ايه عليها لرقم كام رقم تلاتة شوف اليامة التانية كده يمشي معنا ايه اللي هو رقم واحد قدامي هو يمكن أن تكون صورة تقديرية معتدلة مقبرة للجسم اللي هو رقم كام رقم واحد اكتب الرقم الدال على كل مما يأتي رقم واحد عدد الخلية الناتجة عن انقسام خلية جسدية سلاس مرات متتالية خلية جسدية يبت انقسم انقسام ايه؟ ميوز ولا ميتوزي؟ انقسام ميتوزي والانقسام الميتوزي كل خلية طلع لأيه؟ خليتين وهي انقسم تقمره تلات مرات ومعنى كده يطلع لي كم خلية في النهاية؟ هقول له 8 خلية 8 خلية ازاي؟ تعالى نحسامها مع بعض كده يعني عندنا دي اول خلية اللي هي احنا بدأنا بها تمام؟ هتنقسم اول انقسام عندنا هوا هتطلع لي كم خلية؟ 2 ده الانقسام رقم واحد بعد كده كل خلية يطلع لي خليتين تانين ودي يطلع لي 2 تانين ده الانقسام الثاني خليبنا بعد كده انقسام الثالث كل واحدة من ديها اطلع لي كم؟ اتنين وديها اطلع لإتنين وديها اطلع لاتنين وديها اطلع لأيه؟ اتنين يبقى در انقسام رقم واحد، در انقسام التاني، در رقم كام؟ رقم تلاتة الانقسام رقم تلاتة يطلع على ده خلية 2-3-4-5-6-7-8 يبقى عند هنا في 8 خلايا اي ناتجت وعند هنا الخلية الاصلية خليف بنا تو ان الخلايا الناتجة برضه كل واحدة بتاحتها على ايه؟ على تو ان يعني كل مادة ايه اللي هو رصية عشان ده عبرها انقسام مين؟ انقسام اللي هو ميت وزي رقم اتنين سرعة سيارة تقطع مسافة الف ومتين متر خلال زمن قدره مص دقيقة تعال نحسنه مع بعض احنا دلوقتي وبتكلمنا على مين وعاوز السرعة احنا عارفين السرعة عين بتساوي فيه على زين طيب فيه قال لي كم فيه اللي هي المسافة ب الف ومتين الف ومتين متر على الزمن قال لي النص ديئة النص ديئة فيه كم ثاني يعني فيه 30 ثانية يعني هقسم الف ومتين على كم على تلاتين السفرة يروح مع السفر مية وعشرين على تلاتة فكام فيه اللي أربعين انا بجيب هنا ايه السرعة وحدة ايه متر كل ثانية يبقى عندي الاجابة اللي هي اربعين متر لكل ثانية السرعة النسبية لجسم متحرك بالنسبة لمراكب متحرك فيه نفس الاتجاه حرقته فيه نفس الاتجاه خلي بالنا نفس ايه الاتجاه طالما نفس الاتجاه انا هطرحي السرعتين. وبنفس سرعته. نفس السرعة يبهينا رقم تلاتة. رقم تلاتة. هو اللي السرعة النسبية. السرعة النسبية. بيتساوي الفرق بين السرعتين. يعني هتساوي كم? هتساوي سفر عشان السرعتين اللي اتنين متساويتين. رقم اربعة. المسافة بين شخص وصورته في مراية مستوية. عندما يقف على بعد اتنين متر منها. يعني ايه كلام ده? يعني عندنا مراية. عندنا ايه? مراية مستوية. تمام? مراية مستوية. ها? في شخص هنا واقف قدامها على بعدها دي اتنين متر. عاوز هنا ايه بقى? بس ان هنا على بعد اللي هو المسافة بين الشخص والصورة بتاعته في المراية مستوية. بين الشخص والصورة. بين الشخص وايه والصورة? احنا عارفين الصورة طبعا تتكون فين خلف المراية? لانها صورة تقديرية. ورا مراية. وعندي اللي هو بعد الجسم امام المراية طبعا ده الجسم. وده الصورة. احنا عارفين ان بعد الجسم امام المراية? هيساوي بعد الصورة خلف المراية. طب قدام المراية كم متر? اتنين متر. ووراها كام? اتنين متر. اتنين واتنين كام? يبقى ايه? اربعة متر. يبقى له بيساوي كام? يساوي اربعة متر. الشكل المقابل يوضح عدسة محدبة زي ما احنا شايفين. بعضها البقري تلاتة سنتي. ازا وضع جسم على بعد خمسة سنتي منها. خمسة سنتي معنا كده الجسم موجود بين البقرة وبين مركز التكور. حدد موضع الصورة متكونة برسم شوائعين ضوائيين فقط. ثم اصبر صفات الصورة المتكونة. تعالي نرسمها مع بعض كده. يبقى احنا دلوقت عندنا اللي هي عدسة ايه? محدبة. هدى عدسة محدبة. نرسمها ونتعلم الطريقة الرسم الصح. زبط ايدينا. هدى عدسة محدبة. احط البقرة والمركز التكور. بقرة والمركز التكور. هوصل كده الخط بينهم. اللي هو يمثل مين? اللي هو المحور الاصلي. زبط ايدينا. ده عبارة على المحور الاصلي. هاسم العدسة كده الى جزئين. هيبدأ بعض. بالشكل ده. طبعا ديت عبارة عن بي. ديت ميم بميم. احنا اتفاني الجسم بين البقرة وبين مركز التكور. يعني في النصة عند هنا بينهم الاتنين. عشان قلع على بعد خمسة سنتي. وقلع البقرة بيه? بتلاتة سنتي خليبنا. ده الجسم عندنا. نكتب عليه الجسم. هنطلق اول شوائع. احنا عزين شوائعين. اول شوائعين موازي للمحور الاصلي. اهو بالشكل ده. ده الشوائع الاول. شلت ايدي احط السامي بتاعي. ايه اللي احصل له? هينكسر ويمر مين بالبقرة. اهو بالشكل ده. وخلي الانقصار عند الخط اللي انا عمرت في النص. ده هو الشوائع عندنا. الخط اللي انا عمرت في النص الانقصار بيكون من عنده خليبنا. الشوائع التاني هيطلع من الجسم ويمر بالمركز البصري. وطبعا ده هينفز على استقامته. هو بالشكل ده. نزبط ايدينا. ده الشوائع رقم اتنين. اعمل السم بتاعتي من ساش. طبعا ده بينفز على استقامته. مكان طلاق الاشاعة هي دي الصورة. بدي الصورة عندنا. دي عبارة مين? عبارة عن الصورة. تعالي نطلع مكان الصورة كده. مكان الصورة وخصائص وخصائص. اول حاجة مكانها. زي ما احنا شايفين الصورة تكونت على بعد اكبر من مركز التقور. تتكون على بعد اكبر من مركز التقور. او بسميه تتكون على بعد اكبر من ضعف البعد البقري. الاتنين صح. اي حاجة اللي اعجبك. طب تعالي نطلع الخصاص بتاعتها. طبعا الصورة زي ما احنا شايفين حقيقية عشان تكونت في الجهة الاخرى ليه الا هو الجسم. اقول له صورة حقيقية. مقلوبة. كبرت ولا صغرت قدامي? طبعا ايه? كبرت زي ما احنا شايفين ده الجسم طول الجسم وده طول الصورة. كبر بالنسبة لنا. فقول له صورة حقيقية مقلوبة ايه مقبرة. يا رب اكون فهمنا. ما تنسناش ما الصالح ادعوكم. كان معكم مصر طارق و الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.